أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمال المصابين إلى 45 شخصاً نعم وأكدت الوزارة خلال مؤتمرها الصحفي اليوم بأن جميع المصابين بحالة مستقرة ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة من أجل الحفاظ على صحة الجميع ومنع انتشار الفيروس في متابعة لآخر التطورات والمستجدات حول فيروس كورونا عقدت وزارة الصحة مؤتمراً صحفياً دورياً تم خلال استعراض آخر الجهود المتبعة في مواجهة هذا المرض بالنسبة لآخر المستجدات قام معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باصل الصباح وبمرافقة السيد وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا بالأمس بزيارة إخواننا المصابين والذين ثبتت إصابتهم وتأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وهم متواجدين في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتي خصصت لاستقبال المرضى المصابين بهذا الفيروس كانوا جميعاً ولله الحمد في حالة جيدة وحالتهم مستقرة ولله الحمد أعلن الوكيل المساعد لشيون الصحة العامة الدكتور بوثين المظف تسجيل حالتين جديدتين فقط وذلك خلال 24 ساعة الماضية قادمتين من جمهورية إيران الإسلامية كما تم التعامل مع طائرة إجلاء قادمة من إيطاليا بأخذ مسحات من جميع الركاب ولم يتبين وجود أي حالات إيجابية بينهم وكذلك تم التعامل مع 22 مواطن قادمين من جمهورية إيران الإسلامية وتم نغلهم مباشرة إلى المحجر الصحي خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل حالتين فقط كانوا معزولين بالمحجر الصحي قادمين من جمهورية إيران الإسلامية تم أمس التعامل مع طائرة إجلاء قادمة من إيطاليا تحمل 118 راكب وتم أخذ مسحات من جميع الركاب ولم يتبين وجود أي حالات إيجابية بينهم تم التعامل أيضا مع 22 مواطن قادموا من الجمهورية الإيرانية الإسلامية وتم نقلهم مباشرة إلى المحجر الصحي وزارة الصحة أكدت بأنها ملتزمة بتبليغ اللوائح الصحية الدولية بجميع الحالات المؤكدة كما تتابع توصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا وزارة الصحة تناشد المواطنين للتعامل معها والالتزام بالإرشادات الصحية لكيفية الوقاية من عدوى فيروس كورونا تناشد وزارة الصحة المواطنين بالتعاون معها والالتزام بالإرشادات الصحية لكيفية الوقاية من عدوى فيروس كورونا جهود حثيثة تدفع بها وزارة الصحة ومؤسسات الدولة المعنية في إطار التصدي للمرض والحد من انتشاره اشتركوا في القناة